اهلا وسهلا فيكو اصدقائي في حلقة جديدة في يوم جديد في اشارة جديدة في معلومة جديدة طبعا المعلومة اللي راح تاخدوها اليوم مهمة جدا 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 تابعوا الفيديو للاخر عشان تعرفوا المهمة المعلومة قديش مهمة يا اخوان تمام في معلومة بسيطة تثبيتية ماشي ممكن انكو تلاقوها ممكن لكن هي صعبة شوي يعني صعب انكو تلاقوها لانو الاشارة هاي ماشي الاشارة اللي راح احكيلكو عنها راح تشوفوها لاخر الفيديو الاشارة اللي راح احكيلكو عنها مش بالسهولة انها تكون موجودة في اي مكان يعني هاي اشارة خلينا نحكي من الاشارات التثبتية لقبور علية القوم خلينا نحكي او الناس الكبيرة ماشي في القوم لكن اشارة صعب انكو تحلوها بالطريقة الصحية اليوم راح اعطيكو اياها بطريقة مبسطة عشان الكل يستفيد منها والكل توصلوا المعلومة وان شاء الله انه الكل راح توصلوا المعلومة واللي راح يلاقي هاي الاشارة راح يكون فعليا غني تمام راح تقولوا لي طب ليش ما تحفرها انت راح اقولكو انا ما بحفر يا اخوان تمام فعلا اللي بلاقي هاي الاشارة راح يكون غني ان شاء الله طبعا الغناء لله تمام لكن راح يكون وضع قويس طيب هس راح تقولوا لي شو الاشارة بدنا نتابع مع بعض لاخر الفيديو ونشوف الاشارة وتحليل الاشارة بالطريقة الصحية خليكم ها طبعا نشوف الخضار ما شاء الله طبعا ما شاء الله ليس الخضار زي ما هو لكن بدها شتوى هسه بتطلع الموضوع تمام طبعا مش مشترك في القناة يا اخوان يشترك في القناة وفعل الجرس عشان نشوف الحلقات السابقة والحلقات الجاية ونشوف كيف الامور معنا بتمشي وكيف الشغل تبعنا طيب اليوم راح نحكي يا اخوان عن هذا الحجر شايفينو هذا الحجر بس يعني راح نحكي عن هذا الحجر ماشي وليش محطوط في المكان هذا وشو اللغز ورا هذا الحجر وشو الاشارات اللي عليه وشو التبيان خلينا نحكي الموضوع اللي تحته او شو تبيان الشغل اللي تحته اليوم انا قابة بوصلكم المعلومة بشكل بسيط اخوان عشان نصير في عندكم شوية تحليل منطقي للإشارات اللي بتكون عندكم عشان ما تحتاجوا حدا والله ما بدي إياكوا تحتاجوا حدا تمام بدي إياكوا توصلوا لمرحلة إن كنتوا تحلوا إشاراتكم لحالكم مش محتاجين أي حدا ييجي يعني خلينا نحكي يتهبل عليكم ويقولكم أنا وأنا 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 حل الإشارات بشكل بسيط عشان ما تحتاجوا لقربات وما تحتاجوا العالم وما تحتاجوا للناس خلاص وتطلع أنت على البرية أو على الجبل أو الآخرة موجود في إشارات تقدر تحل إشاراتك والحالة وتمتل تشتغل عليها لحالة تمام لكن بدها شوية صبر وإن شاء الله الأمور بيكون طيبة طيب أكتلكو أنا بحبش الحياة وخايف طيب وان اليوم رح نحكي عن هذا الحجر تمام هذا حجر متحرك وغير متحرك في نفس الوقت حجر متحرك وغير متحرك تمام عليه اليوم طبعا هذا هون الله العليم إنه كان مربط ماشي ومكسور كويس عليه مربط ماشي عليه جرن جرنين ثلاث جرنين هذول المتصلات بالمربط اللي حكينا فيه لكن هذول اثنين مش متصلات في بعض ماشي يعني اثنين متصلات وواحد فالث منهم وجود فاصل ما بين هذا وهذا تمام شوف الحجر نفسه طالعوا رح وارجيكم بالطريقة هاي طالعوا مفتوح حجر متحرك شايفينه احنا حجر متحرك صح؟ الآن سكر صار مع الصخرة تمام الآن بعد ما سكر صار مع الصخرة الآن صار جزء ليت الجزء من الصخرة طينة حكمة هاي طينة حكمة يا أخوان تمام شايفينه كيف؟ هسا هون هاي طينة حكمة مسكر تسكير كامل بعدين حز هاي الحز بعدين الحز فتح طالعوا الآن حطوا هاي الصخرة حطوا صخرة تحتيها ثبتوهم ببعض ماشي؟ شو الشو الدلالة اللي أنا بستفيد منها هون؟ تمام؟ طبعا من أهم من أهم الجرون اللي موجودة هذا هو يا أخوان من أهم الجرون بلكن تفصيل الحجر دقيق جدا صحيح هو مشغول مثلا بالزميل وبالشاكوش وإلى آخره لكن تفصيل الحجر دقيق جدا للفكرة اللي موجودة اللي أنا بدي إياكم إنكم تتعلموها وتعرفوا كيف تحللوا الإشارة أو كيف تشتغلوا على الإشارة خلينا نشوف الحجر من الجهة الثانية طبعا هذا قص عدة احنا بنحكي عنه قص عدة يعني مقصوص بالزميل وبالشاكوش تمام تثبيت تسكير مسكر أموره تمام قص عدة ثاني مسكر فيه يعني هذا مسكر وهذا مسكر وهذا مليس بطينة الحكمة من هاي الجهة ومفتوح من هاي الجهة تمام الآن الآن شوفوا التفصيل اللي موجود بعرف شو هي هاي الشجرة الخلف تكون إشي بيسمم ما بعرف هاينا فقعناها تمام طلعوا التفصيل الثاني اللي موجود شايفينه هاي مربط ثاني مربط ثاني كويس صار عندي صار عندي مربط خارجي مربط داخلي توجيه اتجاه تسكير الشكل الداخلي للمغارة هذا هو هاي تمام الشكل الداخلي للمغارة مع التوجيه مع الناظور مع الشغل وين تمام مع الشغل وين حجر ملزق تلزيق طيب شوفي عندي على الحجر هذا اللي ملزق تلزيق شوفي عندي كمان شوف هاي الاشارة حكينا عنها 7500 و 2 مرة ماشي اشارة مغارة لكن مغارة صغيرة شارة مغارة مغارة صغيرة سطحية لانه ما في شغل كثير فيها لان في بصمة داخلها هاي بصمة داخل الجرون نفسه حلو هاي البصمة هاي المغارة مسكرة امورها تمام مع التوجيه للشغل تباحها مع الثلاث قبور اللي موجودة فيها في داخلها طيب شو بيميز الشغل هذا يعني احنا هسا فهمنا انه وجود قبور وانه وجود مغارة وانه وجود تلزيق طب شو التكنيز اللي بتحكي عنه يا حراني انت شو هو التكنيز اللي انت بتحكي عنه ماشي وشو الشغل العظيم هذا اللي انت بتحكي عنه قاعد شوفوا يا اخوات عندي قبر قبر كبير عندي قبر اصغر وعندي قبر بعرفش اذا ينبيني ولا لا دقيقة تمام الان هذا الحجر الداخلي داخل الجرن ملزق تلزيق اخوات هذا الحجر اللي داخل الجرن هذا الصغير الهون ملزق تلزيق تمام اذا وجود تكنيز في هاي المغارة ماشي الان شو سوه الروماني هذا شو سوه ما اعطاني تفصيل هون ولا اعطاني تفصيل هون اعطاني تفصيل في هاي كيف التفصيل طلعوا طلعوا التسكيرة طب هم ثلاث قبور موجودات في نفس المكان لكن هذا قبر مهم أعطاني أنه في داخله فيه إشي أو في داخله فيه مقتنيات شخصية قوية وتفصيل بسيط طلعوا هاي التفصيل شطفة مع الجرن نازل شطفة مع الجرن الآن الجرن اللي فوق مع البصمة التوجيه متصلات اتصال مباشر مع بعض بسيال بهاي اللي حكينا عنها وهاي متصلة بالجرن اللي حكينا عنه تمام إذا شوفي عندي شغل هون في عندي شغل قوي في عندي ناس قويين مدفونين هون ماشي الآن التوجيه الأخير العطانية وجود هاي يعني هذول الجرنين أنا استثنيتهم هون بوجود مربط بناتهم مش بناتنا تمام عندي هاي اللي هي جرن عليها البصمة مع هاي اللي هي الصحن الصغير اللي موجود مع هاي متصل اتصال مباشر مع الجرن اللي فوق متصل اتصال مباشر مع الجرن هات اللي داخله في ايش ملزق تمام حجر ملزق ماشي معه توجيه البسيط توجيه البسيط هذا معطيني السيال طلعوا السيال هاي السيال بسيط متصل في الإشارة هاي متصل بالإشارة هاي تمام إشارة هاي تابعة للمغارة كيف لأنه وجود هاي شايفينه هاي هذا وهي هاي هاي الثاني هاي تمام متصل اتصال مباشر مع المغارة طيب كيف نعرف أنه هذا هو تكنيزي أو لا لكن إشارة قوية يعني إشارة إشارة قوية جدا جدا ماشي كيف نعرف أنه تكنيزي وجود وجود الصخرة اللي ملزقها من هون مفتوحة من هون نثبت عليها الصخرة الثانية وجود كذا وجود كذا وجود إشارة هاي وجود إشارة هاي وجود جرن المغارة السيال مع الجرن الثاني مع التوجيه مع السيال الصغير اللي نازل على هاي شوفوا كيف يعني زي اللي باقي كارفوها هاي اللعبة اللي بتمسك قل هيك او او قل احنا بنسميه اللي هي كرة زجاجية تمام وبتضربها زي هيك بتروح بروح القل بمشي هيك بعدين بضرب شغلة ثانية بعدين شغلة ثانية تضرب شغلة ثالثة بعدين شغلة ثالثة بتطلع بتضربه هون شغلة بعدين بتظلك ساعة وانت تتفرج على هال طابات وهي قاعدة بتروح وبتيجي بتروح وبتيجي ماشي قبل ما يوصل ايش للهدف صحيح اذا وجود الشغل هذا كله على هالصخرة الصغيرة اللي ملزقة تلزيق ملزقة تلزيق اخوان ماشي وجود هذا الشغل كله يدل على وجود تكنيز تمام متعوب عليها الاشارة هاي هاي الاشارة ما تعوب عليها مع انو منظرها بس تشوفها هيك من فوق اللي تقول شو هي الاشارة شو هالحكي الفاضي هال تمام لكن متعوب عليها كثير مش شوي طيب وين مكان الحفر وين مكان الحفر عندي توجيه عندي توجيه هايو رايح هيك احنا عكينا عنو التوجيه موجود لان بشيل هاي الصخرة متحركة بشيل هاي اللي ملزقة تلزيك وبحفر هيك وبروح باتجاه باتجاه شو الاتجاه اللي بده روح عليه اللي هو اتجاه هيك طيب رح تيجي تقولوا لي طب طب شعرفك انه هذا الاتجاه خلاص هو هذا الاتجاه تمام بس شعرفك انه في القبور ولا تتذكروا اللي اشي اللي حكينا عنه الاشارة الثانية اللي حكينا عنها وجود بصمات كثير للي كل واحد بيحبه الباشا اللي ميت هون تمام طلعوا هاي التوجيه طلعوا الشغل وين هاي بصمة هاي بصمة هاي بصمة هاي بصمة هون تمام هاي بصمة هون هاي بصمة هون هاي بصمة هون ماشي شفتو كيه هسا ديجوا تحكولي هذا السر طبعا من اسرار القناة مش تحكولي لحدا ما تحكوش لحدا هذا السر تمام شو هي البصمات هاي طبعا هاي بصمة هون شايفين ها هي ها هي ها يعني يعني وصلنا لنتيجة ثانية كنه في اشارة اللاجف هسا خشينا في اشارة جديدة اسم اشارة البصمات للي بحبوهم او اللايكات بعطوهم لايكات هاي لايك 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 زي هيك بتعرف انه ديس لايك اخوان طبع فوجود بصمات بتدل على انه في قبر مهم في قبر واحد مهم جدا ماشي ماشي هاي هاي الصخرة هاي مش معمولة هون في المكان هاي معمولة في مكان ثاني مش تغلينها ومش تغلين الشغل تبحها هذا الشغل كله وجايبينها هون وملزقينها تلزيق يا اخوان تمام هاي مش للي في مكان ثاني يعني مثل شاهد القبر بروحوا مثلا بيشتغلوا في مكان ثاني بروحوا بيشتغلوا عند تبع الشواهد هذا اللي بيسوي الشواهد بعدين بيجوا بيلزقوه أو بيركبوه في مكان عند القبر هاي مشغولة برة مش مشغولة في المكان تمام يعني جايبينها وملزقينها تلزيق مثل شاهد القبر وحطوا عليها الإشارة والدلالة على وجود القبر المهم جدا من أهم القبور اللي أنا شفتها لحياتي تمام حطوا عليها الإشارة وبتنسوش حطوا عليها البصمات بصمات من هون من هون من هون عبوها بصمات عشان كثير باقي ناس بتحبوا هذا شفتوا هاي الاشارة اخوان هاي اشارة قوية جدا اشارة قوية جدا مع انه في المكان هون اشارات ثانية يعني في اشارات ممكن انها تكون قوية كمان يعني مثل هاي هون مثل عسب المثال هاي اشارة اشارة قلب تمام هاي هذا القلب اشارة قلب مثلا عسب المثال وجود الله أعلم طبعا ران في نفس المكان هاي تمام في نفس المكان يعني هاي الصخرة هناك ماشي وفيه إشارة ثانية إشارة لجف كويس شوفيه كمان إشاراتها هاي الصخرة إشارات موجودة موجودة في كل مكان الإشارات معبي الدنيا تمام شغل بسيط بده شوية منطق بده شوية معلومات خلينا نحكي استفيدوا من معلومات هاي القناة يا أخوان استفيدوا منها احنا بنعطيكم معلومة مجانا عشان انتم تستفيدوا منها تمام انتم بالمقابل بس تعطونا هاللايكات يا أخوان عشان ننشر الفيديو اللايكات طبعا تنشر الفيديو شكل أسرع تمام يعني هاي شوف هاي الصخرة هاي الصخرة حكينا عنها طلعوا إشارة اللجف لا إشي ثاني طبعا هاي مستطيل ناقص ظلع شايفينها اللي احنا محكيش عن شارة لجف هاي شو شارة لجف يا أخوان انسوا 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 بطلنا نحكي بشارة لجف هسا تمام هاي مستطيل ناقص ظلع شايفينه اشي حلو اشي حلو مرتب طيب شكرا أخواني لكل المتابعة ومش مش مشترك في القناة يشترك في القناة يفعل الجرس شايف الحلقات السابقة الحلقات الجاية وأهلا وسهلا فيكم وشرفتونا